بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إن الثقة بالله دائماً هي الدالة على صحة إيمان العبد وقوة علاقته بربه فبها تمر المحن والعسرات ويستطيع العبد الصبر على البلايا والقربات ما بك يا أبي أشعر من الأمس بأنك على غير حالك أهناك شيء بك؟ بعض المشاكل في العمل لا أكثر وما الجديد؟ فدائماً ما كان لديك مشاكل في العمل ولكنني لم أرك مهموماً كذلك من قبل صارحني يا أبي ما الذي تخفيه عنه؟ ألا تريد أن تشركنا معك في همومك؟ في الحقيقة يا ولدي هناك بعض المشاكل في الشركة وربما أترك العمل بسببها خيراً إن شاء الله يا أبي أنسيت كلامك معنى عن الثقة بالله؟ لا يا بني لم أنسى إذن أين ثقتك بالله يا أبي؟ فهو قادر على أن يفرج الكرب مهما ضاقت علينا الدنيا حقاً ما تقول أحسنت يا بني أحسنت القول يا أحمد فما غاية الاختبار سوى التمحيص ليشهد الله عباده على أنفسهم ويقيم عليهم الحجة أيصبرون أم يتخاذلون ولنا في قصة طالوت وجالوت عبرة في قديم الزمان وبعد عصر التيه في أرض سيناء تشرد بن إسرائيل بين البلاد ووسط الأقوام والعباد فلم يبق لهم أرض ولا وطن فكانت أحوالهم تتبدل من سيء إلى أسوأ الرزق قليل والنبت شحيح والمراعي جافة أغلب فصول العام فراحوا يطلبون من نبي الله شمويل أن يدعو الله أن يبدل الخوف بالأمان ويجمع شملهم من جديد فدع النبي ربه فاستجاب ربه له يا لهلاك بني إسرائيل منذ أن أخذ مننا التابوت ونحن أذلاء مستضعفون أي خزي هذا الذي أصبحنا نكبد في الليل والنهار لم يعد لنا أرض ولا وطن نحن نجوب الأرض لا نعرف غاياتنا لقد هلكنا السنوات تمر والحياة تزداد صعوبة سنة بعد سنة ولا يجد جديد سوى القحط والمعاناة صدقت الأرض التي نرعى فيها باتت مغفرة النبت قليل والماء شحيح والأغنام هزيلة لقد منع عنا المطر من السماء والخير من الأرض بالأمس بحثت عن بعض الحليب لصغيري فلم أجد لقد كان يشتكي شدة الجوع وكنت أقف أمام بكائه عاجزاً بلا حيلة وأنا مثلك أيضاً لا يختلف الحال بيننا إنما هو حال بني إسرائيل كافة وألسى نبخى نوعاني هذا البلاء طويلاً؟ متى سينتهي كل هذا؟ ومن الذي بيدنا حتى نصنعه؟ نذهب لنبي الله أليس هو الموكل بأمر السماء؟ نطلب منه أن يدعو لنا بأن يعيد الله إلينا أراضينا التي سُلبت منا بيد العمليق وحينها لن يخزلنا نبي الله ولكن هناك من سبقنا لذلك بالأمس حقاً؟ وماذا قال لهم نبي الله؟ أمرهم بأمر يصعب على بني إسرائيل القبول به عن أي أمر تتحدث؟ تكلم يا رجل أمرهم بقتال العمليق الذين استباحوا الأرض وأخذوها عنوى وطلب منهم أن يصبروا على قتالهم وأن يثقوا بنصر الله العمليق؟ وهل لنا طاقة بهم؟ إنهم قوم جبارون لا يجاريهم أحد في هذا الأمر هل يريد نبي الله لنا الهلاك؟ هكذا كان قول نبي الله ويبدو لي أنه لا مفر لنا غير ذلك إذن تكون فتنة كبيرة فبنو إسرائيل ليس رجال حرب خصوصا وإن كان مع هؤلاء الأقوياء الجبابرة السلام عليكم يا رجال وعليك السلام كيف حالك يا رجل وحال أبنائك؟ بخير والحمد لله من أين أنت آتني الآن؟ لقد كنا مع نبي الله أنا وبعض رجال بني إسرائيل نبي الله هل تحدثتم في أمر العمليق؟ وما غيره فهذا هو الأمر الذي بات يشغالنا جميعاً؟ وماذا قال لكم نبي الله؟ قال إنه يجب علينا قتالهم فهم قد أخذوا الأراضي والبيوت والمراعي حتى تابوت موسى وبداخله الألواح أخذوا أي خزين هذا الذي نحياه؟ وهل نستطيع أن نقاتل العمليق؟ ولم لا؟ إنهم رجال حرب أما نحن فمن الرعاة والتجار وأصحاب الحرف وفي كل الأحوال ستكون الغلبة لهم لا محالة ولكنه أمر من الله ولا مفر منه ولكن أين حكمة الله في ذلك؟ وأين ثقتك أنت في الله؟ تتحدث وكأنك قد أخرجت الرب العليم من قلبك فضعفك ووهنك أنت ومن على شاكلتك هو ما أودى ببني إسرائيل إلى ما هم عليه الآن إلا هالحكمة في التفكير بل هو الخوف وعدم الثقة بالله فاستغفر لذنبك يا رجل ولا تقل إلا خيراً أستغفر الله العظيم راح نبي الله يحثهم على الصبر والثقة بالله وأن ينصاعوا لأوامره عسى أن يخفف الله عنهم ما هم فيه من كرب وضيق ولكن كما هي عادة بني إسرائيل راحوا يجادلونه فيما ليس لهم به علم فأكثروا في مجادلة النبي وأغلظوا له القول فراح النبي يستغفر لهم ويدعوهم للانصياع إلى أوامر الله ولا يكونوا كآبائهم الذين حق عليهم القول فتاه سنوات طوالاً في بقاع الأرض قال النبي شمويل يا عباد الله إن الله قد بعث لكم طالوت بن قيس ملكاً عليكم لكي تعبروا معه إلى أرض العماليق وتستردوا منهم أرضكم التي سلبت وما لنا والعماليق يا نبي الله هل لنا طاقة بهم؟ قال النبي شمويل إن الله ناصر عباده المؤمنين فمن يتوكل عليه يهده إلى الصراط المستقيم إنها سنته في الأرض وفيكم وفي الناس أجمعين يا نبي الله ولكنهم قوم جبارون وهم رجال حرب ونحن كما ترى وتعرف لا حول لنا ولا قوة أحاطنا الضعف من كل مكان وغلبتنا قلة الحيلة قال النبي شمويل وأين ثقتك بنصر الله يا عبد الله؟ قال النبي شمويل هل تعلمنا هذا الوهن من موسى النبي عليه السلام؟ هل هذا ما تعلمناه من العهد في الطورة؟ ماذا أصابكم يا بني إسرائيل؟ بمثل هذه الأقوال والأفعال يأتي الخذلان والهزيمة أين ثقتكم بالله؟ حاضرة يا نبي الله ولكن قرع السيوف فوق الرؤوس وقت الحرب أمر عظيم فالحرب تحتاج رجالا أشداء ذوي بأس ونحن لا حول لنا ولا قوة قال النبي شمويل يا بني إسرائيل ثقوا بالله وتوكلوا عليه لتجدوا النصر أمامكم فأين كان آباؤنا حينما نجاهم الله من فرعود وجنده؟ تذكروا المشركين من أهل كنعان وما فعلوه بكم إذ أخرجوكم من دياركم وأموالكم وقتلوا رجالكم ونساءكم صغيركم وكبيركم منذ سنوات ليست ببعيدة هجم الكنعانيون العماليق على بني إسرائيل فهزموهم شر هزيمة ففرقوهم بين الوديان وفي الصحارة وأخذوا أراضيهم ومراعيهم وأنعامهم حتى إنهم قد أخذوا تابوت الملك الذي كان مقدسا من بني إسرائيل لما يحمله من ألواح التوراة التي نزلت على نبي الله موسى كانت هزيمة موجعة لهم كسرهم الحزن لسنوات حتى فقدوا الثقة بنصر الله فكان الرجل يجلس بجوار أخيه ويقول له لقد سخط الله علينا سخطا لا رضا بعده يا لي مصيبة بني إسرائيل يا لي مصيبة بني إسرائيل لم يبقى لنا شيء من طعام ولا شراب مات أبي ومات زوجي ولم يبقى لنا سواك يا الله من سيتكفل بأبنائي من سيرعاني ويرعاهم ليس لنا سواك يا رب ليس لنا سواك يا رب لقد غضب الله علينا فأذلنا وما لنا بعد ذلك من خلاص لقد احترق بيتي أماتت بهائم كل شيء ضاع ذهب بلا رجعة حتى الغلال نهبوها لم يبقى لنا ما نطعم به نساءنا وصغارنا أهذا كل ما تحزنون عليه البيوت والغلال والبهائم أهذا هو نصيبكم من الدنيا يا بني إسرائيل وماذا تريد منا أنت أيضا يا يوسف أما يكفيك ما نحن فيه ما أنت فيه هو حصاد ما زرعتم يا عبد الله إن الله لا يظلم عباده ولكن العباد أنفسهم يظلمون انصرف عنا يا يوسف انصرف واذهب إلى حال سبيلك فنحن لسنا في حاجة إلى نصحك كفانا ما أنزله الله علينا من ابتلاء استغفروا الله يا عباد الله ولا تجزعوا من اختباره وهيا نذهب إلى نبي الله عسى أن نجد عنده النصح الذي به ينصالح الحال أنا لن أبرح مكاني فوالله ما عدت آثق بشيء بعد هذا الخزي الكبير ماذا تقول يا رجل أكفرت بالله ها أنتم يا معشر بني إسرائيل لا تريدون أن تحملوا أوزاركم فتلقون اللوم على العليم الحكيم فما الجديد وقد فعلها أباؤنا مع نبي الله موسى وأخيه هارون ولكنكم لا تتعظون من خبر الأولين صدقت يا يوسف صدقت ولكن البلاء عظيم ويكاد يذهب بعقول الرجال نستغفر الله على ما قدمت يدانا ونتوب إليه نستغفر الله على ما قدمت يدانا ونتوب إليه نستغفر الله على ما قدمت يدانا ونتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم أبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر